وفي عما يستفى ألوح عد النبائي الله عزيه جاد الجعافر ابن التسعة أعوام لم يعش طفولته كسائر الأطفال بسبب شلل دماغي ضربه منذ نعومة أطفاله لكن هذا الأمر لم يمنعه بأن يكون متميزا عن غيره ليس فقط عن أقرانه بل عن كبار السن أيضا حيث أن هذا الطفل استطاع أن يحفظ كتاب الله كاملا بالإضافة إلى قدرته على ترتيله بطريقة تأسر قلوب سامعيها ولا يمكن إغفال النجاد بالرغم من أنه أمي إلا أنه يستطيع القراءة انتبهنا أنه في آخر الفترة بعد ثلاث سنين أنه على التلفزيون وعلى القرآن بيمسك المصحف وعلى التلفزيون بتبع على القرآن الكريم فتابعنا معه أن نطلع عليه شو بيسوي طلع بتبع على القرآن بعدها فترة طلع أنه بيحكي القرآن غيب حافظه عن غيب كامل جاد الذي وصفه العديد بالفتى المعجزة استطاع أن يحفظ القرآن الكريم من خلال مشاهدة القنوات القرآنية وهذا أمر سيزعج فيما بعد المدارس التي رفضت أن تقبل جاد ما دخل مدارس ما في مدرسة لأنه هو لسته يلبس بامبرز لهذه المشكلة المدارس ما استقبلوا جاد عندي في البيت كل تركيزه على القرآن كل حياته قرآن وين ما بروح من المصحف معه وين ما باجي المصحف معه دايما بيلبس ثوب فيش مدرسة أنه قبلت تأخذوا لأجل أنه ما بيمشي لأجل أنه بيلبس فواط ما استقبلوا الجلوس على مقعد في المدرسة وقراءة كتاب في الفصل وشقاوة الأطفال في المدارس هي أكبر أحلام جاد وذويه الذين حاولوا مرارا وتكرارا أن يسجلوه في المدارس إلا أن الرد كان دائما لا يمكن تقبل حالة طفل القرآن اقعى في ميوى في كذلاتي خلاقة خلاقة إذن كان من أحلاقة اقعى وربك أكبر ترجمة نانسي قنقر